بالنسبة لمشكلة ضعف العضلات ومعلومات مهمة جدا عن هذه المشكلة طبعا الناس كتير بتشتكي من ضعف العضلات وبتعاني من مشاكل ضعف العضلات ومرض العضلات وده بيأثر على قدرتهم على القيام بانشطة الحياة اليومية بصفة مستمرة فالحقيقة لما نجي نعرف مفهوم ضعف العضلة معنى ضعف عضلة ان العضلة غير قادرة على اداء وظائفها الاساسية او ان المريض بيجد صعوبة في اداء اي مجهود بدني وبشكل عام بتعتبر يعني مشكلة ضعف العضلات من المشكلات اللي بتظهر تدريجيا بصورة تدريجية فالمريض بيبدأ يشتكي ان المهام البسيطة عنده مشكلة في ان هو يقوم بها في البداية وبالتالي بتتدرج المشكلة وبتتضاعف معه الى ان يبدأ يشعر بقلم شديد في العضلات مشكلة ضعف العضلات طبعا بتعمل على ابطاء معدل الايد في الجسم وبتزود من الضغط على المفاصل وبتأثر على التوازن والحركة علشان كده مهم جدا الاهتمام بهذه المشكلة مشكلة ضعف العضلات وعلاجها ولما نجي نتكلم عن علاج ضعف العضلات طبعا بيعتمد العلاج بشكل رئيسي على علاج السبب ايه السبب اللي يقدى الى ضعف العضلات وبالتالي بعلاج السبب بنكون علاجنا المشكلة من اسباب من اسباب ضعف العضلات طبعا اسباب كثيرة ولكن ممكن يكون سببها تناول بعض الادوية في بعض الادوية بنتيجة تناولها بيؤدي ذلك الى ضعف عضلات الجسم وطبعا بنخص بالعضلات اللي هي العضلات الاطراف زي عضلات الزرعين وعضلات آآ القدمين وعضلات طبعا آآ الظهر او البطن زي ما ذكرنا في بعض الادوية ممكن يكون من اعراضها الجنبية الاصابة بضعف العضلات وبالتالي آآ العلاج بيكون في هذه الحالة هو التوقف عن تناول هذا الدواء او التقليل الجرعة وده طبعا بيرجع للطبيب المتخصص من اشهر الادوية اللي بتؤدي الى ضعف العضلات هي ادوية العلاج الكيميائي اللي بتستخدم في علاج السرطان بمختلف انواعه ايضا الادوية المضادة للفيروسات بتشتير بانها بتسبب ضعف في العضلات وارهاق في الجسم ايضا مضادات للتهاب الغير سترودية بتؤدي الى حدوث ضعف في العضلات السبب التاني من اسباب اصابة الانسان بضعف العضلات هو التقدم في العمر وده سبب طبيعي جدا بيعتبر طبعا ضعف العضلات وضمرها من المشكلات الشائعة عند كبار السن وده طبيعي لان كمية الانسجة العضلات بتنخفض مع التقدم في العمر وكل ما الانسان تقدم في العمر يعني عمليات الهدم بتفوق عمليات البناء في الجسم وفي الانسجة والخلايا فبالتالي شأن العضلات شأن اي عضو في جسم الانسان او اي جزء بيبدأ ينهار مع التقدم في السن كمان كل ما تقدم العمر بالانسان بتنخفض نسبة الهرمونات اللي هي ممكن تكون مسؤولة عن نمو العضلات علاج ضعف العضلات عند كبار السن بيعتمد على الحفاظ على النشاط البدني قدر المستطاع وتجنب المكوس او النوم في الفراش لفترات طويلة خصوصا اثناء المرض لان كثرة الاستلقاء او النوم لفترات طويلة بيؤدي الى تلف في الخلايا العضلية طبعا بينصح ايضا بمراجعة اه جميع الادوان اللي بيتناولها المريض اه وعرضة على الطبيب ازا المريض وجد اه يعني قدر ان هو يربط بين تناول دواء معين وبين الاصابة بالارهاق او الضعف العضلي فيجب النوع يناقش الطبيب في هذا الامر اه السبب التالت في اسباب اه ضعف العضلات هو التهاب العضلات في حال طبعا كان السبب في ضعف العضلات هو وجود التهاب فيها فااا الطبيب بينصح في هزا الحال بتناول بعض الادوية زي مثلا اه ادوية الكورتزون اه ادوية الكورتزون اه باا يعني بتعتبر ادوية مهمة جدا في علاج الالتهاب وبالتالي بتعمعها تخفيف ضعف العضلات في حال كان السبب الالتهابها ولكن طبعا يجب آآ لما تناول الكورتزون يكون بجرعات محددة محسوبة وتحت اشراف الطبيب لان طبعا كسرت تناول الكورتزون آآ لفترات طويلة لأثار جانبية سلبية على صحة جسم الانسان فيه طبعا دواء اخر وهو بيعتبر من آآ اللي هو الريتوكسوماب بيعتبر من احد العلاجات المستخدام في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ويستخدم ايضا في علاج بعض حالات التهاب العضلات طبعا زي ما ذكرنا اسباب الاصابة بالضعف العضل مهم جدا ننتقل الى طرق علاج ضعف العضلات في الجسم في بعض الممارسات اللي لو المريض التزم بها ده بيساعد في التخفيف من ضعف العضلات زي ان احنا بننصح بممارسة التمرين الرياضية بشكل منتظم مهم جدا تحريك العضلات في الجسم ومهم جدا الحفاظ على حركة الجسم بصورة مستمرة لان طبعا التمرين والرياضة بتعمل على تمدد العضلات وده من الامور اللي بتستعد على التخفيف من ضعف العضلات بغض النظر عن السبب وزيادة نشاط الجسم ومرونتو بيزود من زيادة الكتلة العضلية علشان كده مهم جدا الحفاظ على حركة الجسم وممارسة الرياضة حتى مع التقدم في العمر الطريقة التانية الخضوع للعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي طبعا بيساعد الاشخاص في التكيف مع قدرة عضلاتهم للمساعدة على عدم فقدان الوظيفة بشكل كامل للعضلات العلاج الطبيعي مهم جدا لان طبعا العلاج الطبيعي بيعمل على اعادة حركة العضلات واكسبها المرونة اللازمة من خلال بعض التمرين المهمة اللي بيمارسها اخصاء العلاج الطبيعي مع المريض فده بيزود من نشاط العضلات وبيعيد تقوية العضلات وتقوية الانسجة العضلية مرة اخرى بالنسبة لتشخيص ضعف العضلات لما المريض يعاني من ضعف العضلات لفترات طويلة طبعا مهم جدا ان هو يزور الطبيب لان الطبيب هو اللي هيقدر يشخص الحالة وهيقدر يحدد العلاج المناسب الطبيب طبعا هيعتمد على سؤال المريض على بعض الاسئلة وعن الوضع الطبي بالصفة عامة وعن ازا كان المريض بيتناول ادوية ازا كان المشكلة دي ظهرت في احد الاباء او الاجداد او يعني التاريخ العائلي او التاريخ المرضي للمريض اه كمان مهم جدا الطبيب هيقوم بالفحص النظري بعد كده المهمة جدا المعاينة لتشخيص المشكلة الطبيب بيقوم بفحص مباشر لنوع العضلات المتأثرة وبيتحقق ازا كان فيه الم عند لمس العضلات او فيه التهاب عضلي وبالتالي ممكن الطبيب يطلب من المريض الماشي لمراكبة وضعية العضلات وكيفية ادائها للحركة ايضا ممكن الطبيب يطلب بعض الفحوصات العصبية في بعض الاختبارات او الاجراءات العصبية للطبيب بيطلبها عن طريق فحص الجهاز عصب المركزي ومدى حدوث الاستجابة والتناسق بين العضلات والاوامر العصبية ومهم جدا او وارد ان الطبيب يطلب بعض فحوصات الدم اخر حاجة من الفحوصات اللي بتعتبر من الفحوصات المهمة في تشخيص ضعف العضلات هو اخذ عينة عضلية اخذ عينة من انسجة العضلات وده مهم لفحص وجود اي التهاب او تلف في العضلات اه طبعا جميع الاختبارات اللي ذكرناها بتساعد في تحديد شدة الالم والاعراض الظاهرة على المريض والتاريخ العائلي والادوية وكل ده بيحدد الصورة العامة وبيقدر يوضح امام الطبيب بسبب ضعف العضلات بضقة علشان يقدر ان هو يحدد العلاج المناسب ده كان كل المعلومات اللي حابين اوضح لحضراتكم بخصوص مشكلة ضعف العضلات وعلاج ضعف العضلات في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الاعجاب نتمنى مشاركة الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفيضة الاكبر عدد ممكن من الاشخاص وفي النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد شكرا